اشتركوا في القناة وكبار المسؤولين والمستثمرين الصناعيين وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة أن الاحتفال بوضع حجر الأساس لمنطقة الصناعات التحولية للألمنيوم هذا اليوم بالتزامن مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية يأتي كشاهد على الدور الكبير الذي يطلع به القطاع الصناعي ومساهمته الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي منذ ما يزيد على خمسة عقود وأشار معالي إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي يعد دافعا لمواصلة الجهود التي تجسد الأولويات الحكومية الرامية إلى تطوير البنية التحتية الصناعية لمملكة البحرين تعزيزا لمكانتها باعتبارها من الدول السباقة في الاهتمام بهذا القطاع على مستوى المنطقة مما جعله رافدا حيويا ورئيسيا في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي وللعاهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وقال معالي أن تخصيص منطقة صناعية لتجيع الصناعات التحولية في قطاع الألمنيوم سيضع البحرين على الخريطة العالمية في تعزيز الصناعات المكملة لصناعات الألمنيوم وذلك من خلال الشراكة الفاعلة والقائمة بين القطاعين العام والخاص وتوفير بيئة تنافسية محفزة للشركات بما يدفع إلى الابتكار وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة بما يتماشى والرؤية الاقتصادية 2030 والاستمرار في اجتذاب الاستثمارات المحلية والاجنبية وخلق فرص عمل واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي علاوة على تطوير قطاع الخدمات اللوجستية المساندة ودعم نموها وأعرب معالي عن شكره وتقديره لسعادة وزير الصناعة والتجارة وكافة منتسبي الوزارة على ما يلونه من جهود متواصلة ضمن فريق البحرين لتطوير القطاع الصناعي وخلال الحفلة ألقى سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة كلمة رفع فيها أسماء آيات التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بوضع حجر الأساس لمشروع منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم والذي يؤكد ريادة مملكة البحرين في صناعة الألمنيوم ويجسد الحرص على تطوير هذا القطاع الحيوي عبر تبني المبادرات المتقدمة والمبتكرة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام كما أعرب سعادته عن جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء على تفضله برعاية هذا الحفل مقدرا لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء حضوره وتشريفه الحفل نيابة عن سموه في لفتة تؤكد ما تليه الحكومة من اهتمام بتطوير القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنوع الاقتصادي وتوفير الفرص الوعدة هذا ويعد مشروع منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم أحد المبادرات الرئيسية ضمن استراتيجية قطاع الصناع 2022-2026 ويهدف إلى تعزيز ريادة مملكة البحرين في صناعة الألمنيوم وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة به ودعم الصناعات المتخصصة التي تواكب التوجهات العالمية نحو الابتكار والاستدامة ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 472 ألف متر مربع ومن المتوقع اكتمال المشروع في الربع الأخير من عام 2026 طبعا في البداية أود أن أهنئ القيادة الرشيدة بهذا الحدث الهام في تاريخ الصناعات التحويلية في البحرين إلا وهو وضع حجر لأساس إلى الصناعات التحويلية طبعا هذا بيخدم الصناعات في مملكة البحرين خاصة قطاع الألمنيوم اللي راح إن شاء الله يزدهر مع ازدهار شركة ألبا طبعا ألبا مثل ما تعرفون إنتاجت يفوق المليون وستمائة ألطن سنويا والإنتاج إذا تم تدشين الصناعات التحويلية في البحرين بمساحات أكبر طبعا هذا راح يخدم القطاع الصناعي وبالأخص قطاع الألمنيوم وراح إن شاء الله يكون يخلق فرص واعدة إلى توظيف البحرينيين في المستقبل وأيضا تدشين بعض الصناعات الحديثة اللي راح تخدم الصناعات التحويلية في البحرين وفي المنطقة كامل ككل سعيدين طبعا اليوم بوضع حجر الأساس لمنطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم طبعا هذه المنطقة اللي تبلغ مساحتها تقريبا 472 ألف متر مربع هي أحد المشاريع الاستراتيجية ضمن استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 طبعا الحكومة الموقرة اليوم تولي اهتمام كبير بدعم قطاع الصناعة لمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وأيضا لمساهمته في خلق فرص العمل وعد المواطنين نتطلع من خلال هذه المنطقة إلى مواصلة قصة النجاح في صناعة الألمنيوم اللي لطالما عرفت مملكة البحرين فيها ترجمة نانسي قنقر